اجتمع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمكتب سموه بقصر الوادي مع الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأمريكية للرياضة عضو الهيئة العامة للرياضة السعادة الدكتور توماس جايمس روزينديتش بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر وفي مستهل الاجتماع رحب سموه بزيارة الدكتور توماس روزينديتش إلى مملكة البحرين مثنيا سموه على ما يقدمه من جهود لخدمة تطوير الرياضة البحرينية وقد بحث سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مع دكتور روزينديتش سبل تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرياضة والأكاديمية الأمريكية للرياضة بما يسهم في دعم العلاقات المشتركة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وبخاصة في المجال الرياضي مشيدا سموه بأوجه التعاون القائمة بين الأكاديمية الأمريكية والجهات والمؤسسات الرياضية بهدف تنفيذ البرامج المشتركة التي تحقق المكاسب الإيجابية نحو التحول بالرياضة إلى الاحتراف وتسهم في تنامي الاستثمار والصناعة في هذا القطاع الحيوي على الشكل الذي يعزز دور الرياضة كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الوطني تدعم تحقيق أهداف رؤية البحرين 2030 من جهته قدم الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأمريكية للرياضة عضو الهيئة العامة للرياضة سعادت الدكتور توماس جيمس رودندتش شكره وتقديره إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مشيدا بما يبذله سموه من جهود متميزة ستساهم في تحقيق نقلات نوعية في الرياضة البحرينية وتعزز المكان المتقدم التي تحتلها مملكة البحرين على صعيد الرياضة العالمية مؤكدا أن الأكاديمية الأمريكية للرياضة تعتز بالشراكة والتعاون مع جميع الجهات الرياضية البحرينية والتي تسهم في تنفيذ المزيد من الخطط والبرامج التنموية التي ترفع من مستوى الرياضة والرياضيين بالمملكة وتدفع نحو تحقيق مزيد من المنجزات الرياضية ترجمة نانسي قنقر